بصراحة كلام كبير من شخصية كبيرة في الرياضة السعودية احنا نقول شكراً يا كابتن صالح على هذه المبادرة الجميلة وكيد هذا واجبك وحتى حنا واجبنا انه احنا اليوم نوقف مع رجالنا البواسل ونقول الله يعطيكم العافية ويقومكم ان شاء الله بالسلامة خليني اسألك محمد الشيخ في هذا الموضوع انت كيف شايف المبادرات من الشخصيات المهمة في الرياضة السعودية امس ماجد عبد الله اليوم صالح النعيمة اعتقد هذه المبادرات تدخل في سياق او تلبية هذه المبادرات تدخل في سياق الواجب على حقيقة بقدر ما اعجبني كلام الكابتن صالح النعيمة لكني لن اقول له شكراً لان هذا الحد الادنى من الواجب الذي يقدم لابطالنا في الحد الجنوبي وابطالنا في القوات المسلحة بشكل عام حقيقة يكفي ان تتذكر الان ان هؤلاء الابطال يتواجدون في الحد الجنوبي او من من استشهد او من من هو مصاب كل ذلك من اجلنا نحن هؤلاء يسهرون لكي ننام مطمئنين هؤلاء يتألمون لكي نكون نحن في اطيب عافيتنا هؤلاء يبتعدون عن اهاليهم حتى نكون نحن في احضان اهالينا يكفي بس ان نستحضر هذا لندرك قيمة الدور الذي يقوم في ابطالنا في القوات المسلحة انا اتمنى شخصياً ان تتاح لي هذه الفرصة لقبل جباه هؤلاء الابطال الذين بالفعل نفخر ونفاخر ان بيننا هؤلاء الذين يقدمون للوطن كل ما يقدمون ويقولون هل من مزيد شكراً لهم شكراً لهم ونعجز حقيقة مهما قلنا كما قال الكابتن صالح نعجز ان نوفيهم حقهم طيب احمد انت كيف شايف هذه المبادرة من النجوم والشخصيات المهمة في الرياضة السعودية مبادرات جيدة الصراحة ومن يبرمج لهذه الزيارات الصراحة بيفكر بعقلية جيدة يجب انه يظهر التلاحم على اعلى درجاته التلاحم موجود في القلوب لكن ترجمة العملية برضو مهمة يعني انت لا دول اشخاص بالفعل اللي يضحوا بانفسهم ويضحوا بكل شيء عشان نحن نكون في امان وفي طمأنينة وفي راحة وفي سعادة ونمارس حياتنا بشكل طبيعي استحقوا اكتر من الزيارة زي ما تفضل الكابتن صالح واثني على كلام زميلة الاستاذ محمد حقيقة من فعلا نحن كلنا نتمنى يكون لنا زيارات ومبادرات وإلى آخره والعملية ما هي كده مفترض كمان اكتر من كده معهم الناس بتقدم ارواحها فداء للوطن ولا نانحنا حقيقة عايشين في اريحية بسبب هذول الرجال الابطال البواسل